موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام السلام عليكم أعزائنا الطلبة إنما كنتم من على شاشة فضاية قناة العراق التربوية نلتقي بكم مجددا في درس جديد متعلق بحل الأسئلة النموذجية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني والعائد لمادة الكيمياء للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي علما أن هذه الأسئلة التي عدت من لجنة الكيمياء متعلقة بالفصل الرابع الكيمياء الكهربائية وتفاعلات التأكسود والاختزال طبعا هنا نلاحظ أن الأسئلة التي عدت هي أسئلة مكررة وزاريا لذلك نرجو من طلبنا الأعزاء المتابعة وإرسال الحلول النموذجية لهذه الأسئلة إذن لدينا تمرين 4-5 أحيائي ونفسه هو 13-4 للفرع التطبيقي هذا التمرين أعزائي طلبة بس نكبر إن شاء الله ونوضح المتعلقات بهذا السؤال وكيفية حلها كذا نوع من الأسئلة طبعا هنا يطلب إيجاد أو حساب جهود الخلية القياسي أعزائي طلبة هناك ملاحظة جدا مهمة إنه عندما يعطى في السؤال قيم جهود الاختزال القياسية لمعرفة أي منهما آنود وأي منهما كاثود يجب النظر إلى القيم والإشارة لكل جهد معطى إذن جهد الاختزال الأكبر يكون كاثود والأصغر آنود وتقلب إشارته الركز هنا ملاحظة جدا مهمة الآن آنود فقط هو الذي تقلب إشارته فعدنا المبين أمامك لسؤالي اللي طرحنا احسب جهود الخلية القياسي لخلية طبعا هنا تم عملها من قطب الكاديميوم المغمور في محلول واحد مولاري نترات الكاديميوم وقطب الكروم المغمور في واحد مولاري نترات الكروم إذا علمتنا جهود الاختزال القياسية مثل ما تلاحظ عزيز الطالب هنا الأكبر كما مبين أمامك هذا بالنسبة أن الكاديميوم هو الأكبر والكروم رح يكون آنود وتقلب إشارته إذن هذا كاثود عزيز الطالب وهذا القطب آنود وتقلب إشارته طبعا أيضا النوة لا نقطة جدا مهمة في حالة إذا كانت عدد الألكترونات المنتقلة المفقودة عند الآنود والمكتسبة عند الكاثود غير متساوية يجب مساواتها بضربها بالمضاعف المشترك الأكبر نلاحظ هنا الألكترونات عند الكروم الثلاثة المفقودة والمكتسبة اثنيا عند الكاديميوم تم ضرب المعادلة الأولى في اثنين والثانية في ثلاثة لمساوات ألكتروناتها وهناك تعليل مهم عند ضرب طرفي المعادلة يبقى جهد الخلية ثابتا لماذا هذا تعليل مهم ليش لأن بالنسبة أن الجهد من الخواص المركزة لا يعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام وإنما يعتمد على التركيز المولاري لأيونات محالي للأقطاب انطبق القانون بعد ذلك والقيمة أصبحت لدينا موجبة إذن التفاعل تلقائي الآن نلتقي سويتنا عزاء الطلبة إلى السؤال الآخر أيضا يتعلق بنفس الفصل ونقرأه سوية نكبر السؤال لكي يتسنى من طلابنا العزاء مشاهدته وأيضا إنه وهنا نقطة جدا مهمة أنه مشترك هذا التمرين لكل الفرعين الأحيائي والتطبيقي تمرين سبعة أربعة أحيائي خمسة عشر أربعة تطبيقي يقول التفاعل العام لخلية كيلفانيا هو الآتي نقطين التفاعل العام عبر عن الخلية كتابة مع كتابة أنصاب التفاعلات التأكسود والاختزال أول خطوة عزاء الطلبة يجب تحديد نوع القطب بالنسبة إنه كتأكسود أو اختزال آنود كاثود ثم نحدد الأقطاب اللي شرحناه في دروس ماضية إذ هناك ثلاثة أنواع قطب الفلز وأيون الفلز والقطب الغازي وأقطاب التأكسود والاختزال الفلز وأيون الفلز من صغير إلى كبير من حر إلى أيون أو من أيون إلى حر هذا فلز وأيون الفلز عندي مثلا لوح من الخارصين عند غمره في محلول كبريتات الخارصين راح يكون هنا عندي فلز وأيون الفلز أما القطب الغازي يمكن معرفته عندما يعطى في السؤال جزي أثنائية الذرة كعناصر الهالوجينات والغازات أما تأكسود واختزال عنصر له حالتي تأكسود مختلفة من صغير إلى كبير تأكسود ومن كبير إلى صغير اختزال والألكترانات تمثل الفرق بين حالتي التأكسود ويضاف إلى الأيون ذو عدد التأكسود الكبير كتبنا الآن صافة عزائي الطلبة كما مبين أمامك هذا الآنود اللي هو الفضة والكاثود هو غاز الكلور إذن أول قطب فلز وأيون الفلز ما احتاجين للبلاتين هاي النوه لها نقطة جدا مهمة نبدي ببلاتين وننهي ببلاتين فقط في حالة أقطاب التأكسود والاختزال والقطب الغازي حصرا بما أنه فلز لا يحتاج للبلاتين الأيون ومولاريتة خطين تعبر عن الجسر الملحي إذ يعبر عن الجسر الملحي بخطين عاموديين متوازيين الآنود على جهة اليسار والكاثود على جهة اليمين لاحظ عزيز الطالب أيون بأيون على جانب أي الجسر الملحي وهنا جزئة كل جزئة واحد اي تي ام وانهي ببلاتين إذن كان هذا السؤال متعلق بالتعبير عن الخلية كتابة ننتقل سوية إلى التمرين الآخر عزيز الطالبة ومن التمارين المكررة وزاريا والكلامية عدد مميزات خواص الخلايا الألكتروليتية هناك ستة نقاط أساسية أولا خلايا مستهلكة للتيار الكهربائي أي تتحول فيها الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية أي تفاعل كيميائي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية وثالثا أقطابها متشابهة وغالبا ما تكون من الإقرافية كخلايا التحليل الكهربائي لمنصر كلوريد السوديوم وخلايا للطلاء الكهربائي تفاعلاته غير تلقائية جهود الخلية إيسيال سالبة وكذلك الحال دلتاجي موجبة إذن الإشارة مختلفة ما بين القيمتين خامسا تتكون من محلول واحد لذلك قد يرد على شكل تعليل لا تحتاج الخلايا الإلكتروليتية إلى جسر الملحي لماذا؟ لأنها تتكون من محلول واحد لذلك لا نحتاج إلى جسر الملحي سادسا لها تطبيقات صناعية مثل تنقية الفلزات والاطلاء الكهربائي إذن كان هذا السؤال العزاء الطلبة ننتقل سوية إلى السؤال الأخير المتعلق بقوانين فردائي ومن الأسئلة المكررة وزاريا اللي هو التمرين 13 أربعة أحيائي و21 أربعة تطبيقي ما هي شدة التيار الذي يجب إمراره في محلول كلوريد الذهب اللي هو كلوريد الذهب مبين أمامك لمدة 200 سكند ليرسب 3 أغرام من الذهب عند الكاثود ونعطيني الكتل الذري قوانين فردائي مهمة قد يأتي على شكل نص ويحدده بالامتحان أو بالأسئلة الوزارية قانون فردائي الأول أو الثاني أو قد يرد على شكل مسألة كما حال المسألة التي سوف يتم ناقشتها هنا عزاء طلبة أسئلة فردائي أغلبية المعادلات هي اختزال ما عدا هناك معادلتين على الطالب أن يحفظها لأنها لا تعطى في السؤال معادلة تحلل الماء ويمكن معرفة هذه المعادلة عندما يذكر في السؤال تحرر غازي الهيدروجين والأكسجين 2H2O يضطيني 2H2 زائدا أوتو هذا تحلل الماء يعني فرضية أما ما يتعلق بأكسدة الماء 2H2O يؤدي إلى أوتو زائدا أربعة أج موجب زائدا أربعة لكترون المعادلة الأولى نجد منها عدد المولات قد يعطى في السؤال الحجم أو عدد الجزيات ونحولها بالقوانين اللي أخذناه في دروس ماضية أما المعادلة الثانية نجد منها قيمة كيو وعلاقة تهوية التيار أو الزمن أو عدد الألكترونات المرة إذن أعزاء الطلبة نأتي سوية إلى حل هذا السؤال أول خطوة عند الماس الكتلة والكتلة المولية نجد منها عدد المولات ننشأ المعادلة أعزاء الطلبة العلاقة بين الألكترونات والعنصر الحر هنا ثلاثة مول في الألكترون إذا جاء عدد التأكسد اثنين شنكتب استاد؟ اثنين مول في الألكترون وإذا جاء واحد واحد مول في الألكترون هنا دامن العنصر الحر مرتبطة ويا المولات واحد مول المولات مستخرجة من الماس على مولار ماس الكتلة على الكتلة المولية وعندنا الكيو مجهولة حاصل ضرب الطرفين في الوسطين طبعاً أعزاء الطلبة هذه طريقة أولى إذ هناك طريقة ثانية للحال نكبر الطريقة الثانية لتوضيحها لطلابنا العزاء كما مبين على النحو الآتي عدد المولات المترسبة عزيز الطالب يعني دون اللي جاء للمعادلة إكيو البطارية واحد مول إكيو نصف التفاعل زينيستال شون رح ما يزب بيناتهم عندي كيو بكيو البطارية هي كمية الكهربائية المارة في الخلية أما نصف التفاعل يمثل عدد الألكترونات المنتقلة عزيز الطالب يعني المفقودة عند الآنود والمكتسبة عند الكاثود وإحنا قلنا الغالبية هو اختزال إذن نجد هذه الألكترونات في جهة المواد المتفاعلة إذن القانون شي يقول أعزيز الطالب كيو البطارية يساوي عدد المولات التي تم استخراجها من القانون الكتلة على الكتلة المولية والألكترونات الثلاثة اللي هي الألكترونات التي تم اكتسابها من قبل عيون الذهب ثم بعد ذلك نجد قيمة كيو إذن أعزيز الطالب ما هي الكميات التي علاقة هاوية كيو الكميات هناك ثلاثة كميات قد ترد من ضمن المطاليب التي يطلبها في هكذا نوع من الأسئلة قد يرد إيجاد شدة التيار أو يطلب إيجاد الزمن أو يطلب إيجاد عدد الألكترونات المرة هاي ملاحظة جدا مهمة إذ هذه المحاور الثلاث والكميات الثلاث علاقتها ويالقانون المتمثل بيكيو يساوي إن شدة التيار في الزمن على ستة وتسعين ألف وخمسمية ستة وتسعين ألف وخمسمية حبايبي هذا تمثل القيمة قيمة فرداي من القيمة التي على الطالب حفظها عند تطبيق لهذه القوانين كذلك على عدد فوغادرو ستة بوينت أو ثلاثة وعشرين في عشرة ستلاثة وعشرين وعدنا أيضا بالقانون مع العدد المولات الحجم باللتر على ثنين وعشرين بوينت أربع لتر على المول هذا شيء يمثل لعزائي الطلبة يمثل قيمة الحجم المولي إذ هناك أرقام يجب حفظها لا تعطى في السؤال بل إجباري على الطالب حفظها لأنها من ضمن القوانين المستخدمة في حل هكذا نوع من الأسئلة إذ أن فصل الكهربائية والأسئلة التي تم وضعها والأسئلة القادمة التي لها في الوزاري من حصة من الدرجات تتراوح بين اثنين وعشرين إلى أربع وعشرين درجة فلذلك أسئلة فردات جدا مهمة وعلى طالبنا العزيزي تابع هذه الأسئلة لأنها مضمونة في الوزاري لها عشر درجات لذلك عزاء الطلبة أيضا أنه هنا نقطة جدا مهمة الزمن يجب أن يكون بوحدة السكند يعني شلون إذ أن طاني بالسؤال one hours two minutes 13 seconds شا سوي أنه بالنسبة أن الساعة one hours 3600 seconds زائدا الدقاق تدرون بيها اثنين منت يعني اثنين فيه ستين مية وعشرين واجمعها ويها لتلتعاش فلازم يكون الإجمالي من الفترة الزمنية مقدر بوحدة السكند إذن بعد ذلك نعوض القيمة عزاء الطلبة لكيو استخرجناها أو بوينت أو خمسة واربعين بالألف وقيمة فارادايز 96500 على من على ميتين سكند المتمثل بالزمن طبعا هنا مضروب المجهول مقام كما مبين أمامك بما أنه يطلب في السؤال إيجاد شدة التيار الميتين أصبحت بالمقام كما مبين أمامك وكذلك الحال الناتجي النهائي هو واحد وعشرين بويس 7 أم بير إذن عزاء الطلبة كما مبين أمامك هذه هي الأسئلة اللي جدا مهمة ولطالما تكررت وزاريا إذن عزاء الطلبة الأسئلة التي تم مناقشتها إعادة سريعة كانت على النحو الآتي السؤال كان هناك حول حساب جود الخلية وانطينا ملاحظة قيمة إنه جهد الاختزال الأكبر كاثود والأصغر آنود وتقلب إشارتي السؤال الآخر كان متعلق عزاء الطلبة بالتعبير عن الخلية كتابة ولا التي طبعا من الأسئلة المهمة يأتي قد من ضمن السؤال عليه ثلاثة درجات أو قد يأتي مستقل له خمس درجات دامن الجسر الملحي في الوسط الآنود على جهة اليسار والكاثود على جهة اليمين وهنا يجب الانتباه إلى نوع القطب قبل البدء بالتعبير إذ هناك قلنا ثلاثة أنواع أول قطب الفلز وأيون الفلز من صغير إلى كبير من حر إلى أيون من أيون إلى حر كذلك وضحنا لوح الخارصين عند غمره في محلول أيوناته كبريتات الخارصين أما القطب الثاني الغازي يمكن معرفة هذا النوع من القطب من خلال إعطائه جزئي أثنائية الذرة كعناصر الهالوجينات F2, CL2, BR2, I2 تتلاحظ شلون وكذلك الحال للعناصر الغازية الأخرى كالهيدروجين والأكسجين أما أقطاب التأكسد والاختزال يمكن معرفة هذا النوع من القطب عندما يعطى في السؤال عنصر له حالتي تأكسد مختلفة هنا عزاء الطلبة من أيون عدد تأكسد صغير إلى كبير هذا تأكسد ومن كبير إلى صغير هذا اختزال والألكترونات تمثل الفرق بين حالتي التأكسد وتضاف إلى الأيون ذو عدد التأكسد الكبير كذلك الحال أيضا ناقشنا الأسئلة المتعلقة بالخلايا الألكتروليتية إذ قلنا أن الخلايا الألكتروليتية كتعريف هي عكس الخلية الكيلفانية يتحول فيها كما مبين وشرحنا أنه الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية وتفاعل كيميائي وما يميز هذا النوع من الخلايا بأنها مستهلكة للتيار الكهربائي وأقطابها متشابهة وغالبا ما تكون من الإلغرافية ومحلولها متشابه لذلك لا نحتاج إلى الجسر الملحي كذلك حال بالنسبة أنه وضحنا أنه تستخدم في مجالات متعددة تنقية الفلزات وكذلك الحال للطلاع الكهربائي إذن هذا كان مجمل الأسئلة عزائي الطلبة إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا المتعلق بحل هذه الأسئلة شكر موصول لفضائية العراق التربوية والعاملين معها شكر موصول لجنة الكيميائية لإعدادها هذه الأسئلة المميزة وشكر جزيلا لطلابنا العزاء أمل اللقاء بكم في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة